يعني مشوار طويل أنا دايماً بحس بالكرسي كده وحد قاعد من نجومنا الكبار وهو بيتفرج أول انطباعك عن مشوارك إيه يعني ما الواحد بيبقى ضيف وبيشوف المشوار إيه الانطباع اللي بيجي لك الانطباع يعني يعني أنا طبعاً في الرحلة دي عانيت جداً يعني عانيت معاناة شديدة جداً ولكن لما بتوصلي في الآخر مش بتوصلي ان الناس حسب بالرحلة أو حسد بالمشاقة الرهيبة اللي كنا عايشينها وبيتقلي شكراً أو بتقديه بالنسبة لي لوحدها في كفة لوحدها لأن إحنا يعني في الرحلة دي أنا كل ما تذكرها مش مش مصدق أن أنا مشيت فيها مش مصدق أنك عملت 47 مصرحية لا مش مصدق الرحلة كل مصرحية كان بتوصلي معك سنين أنا في مصرحية قاعدت معك سبع سنين ضرمي فاصوليا أقل مصرحية يعني كنا منعرض المصرحية تالي السنين نعرض أقل حاجة سنتين عمر يعني ناس بتتللد وتعيس والناس دي تفضل عايشين مع بعض أكتر ما بيعيشوا في بيوتهم يعني يعني العلاقة بتبقى أقدر أفهم الناس دي يعني والمصرح في ميزة مش موجودة لا في الفيلم ولا في المسلسل المصرح معايشة كاملة كنا يوميا بنعرض يعني عيلة عيلة حياة كاملة يعني يعني فعارفين كل حاجة عن بعضينا طبعا والمشاكل الخاصة بي أو الخاصة بالفنان طبعا لأنه نشوفه بعض يوميا بنحكيها البعض ساعة طويلة بنحكيها البعض غير لما يكون في الفيلم حيصور المشاهدين ويمشي ويمشي مش كده